السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال واتم صحة وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم اعاداه الله عليكم بالخير واليوم والبركات انتم واثاركم الكريمة انا بتفقل دايما بأول مباراة المانتشستر رونايتد في الشهر الكريم دا دايما بنعمل فيها حاجة كده ولكن المباراة المنادي جاية اصراط فريق انا باعتبروا ان هو نيد المانتشستر رونايتد او مباراة اصراط من اقوى وهو فريق لاستر سيدي المباراة دائما بيكون ما بينهم فيها شد وجذب فيها كامباك من ناحية دي أو كامباك من ناحية دي فيها إصرارة على مدار التسعين دقيقة ما بين الفرئتين وده قلمة ما بيلاقيه في مباريات اليونيتد أصاد فرق أخرى فالله بينا دوس لايك للفيديو وإشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن مباراة مانشستر يونيتد وليستر سيتي في بداية الشهر الكريم مش بس إن المباراة دي بيكون قوية ما بين الفرئتين ولكن المباراة دي ممكن توضح لك النواقص اللي موجودة في مانشستر ونيتد واللي لازم يعمل عليها المدير الفني الجديد اللي حاليا إحنا مقتربين جدا من إيرك تينهاجن وهو يكون المدير الفني بتاعنا للموسم القادم يعني بسهولة ممكن تقول في المباراة دي إن في المركز الفلاني لو كان فيه لعب آخر بإمكانيات أكبر أو إن هو أقوى أو إن هو أفضل كان ممكن نشوف نتيجة أفضل بالنسبة لليونيتد أو سيطرة بالنسبة لليونيتد أو إنه حتى يكون دفاعيا أو إنه يكون قادر إن يوقف الفريق وفريق ليستر سيتي والجابهة اللي هو متواجد فيها لكن مثلا لو جينا نقول على مباراة قصاد مثلا ليفربول أو المانشستر سيتي المباراة دي بيبقى أنت مهيمن عليك وحتى لو المباراة دي ما بين الفريقين دول نفسهم ليفربول والسيتي ممكن فريق منهم يهيمن على الآخر وبالتالي مش هتظهر النواقص بتاعتك في ظل الهيمنة المطلقة اللي بتكون من الفريق اللي هو صادق المنافس لكن لما يبقى الشد والجزد ما بين الفريقين وسجال ما بين الفريقين ده بيقدر يبين لك النواقص بسرعة ويقدر المدير الفني الجديد لو راجع مباراة زي كده يحط إيده على المكامن النقصة في تشكيلة اليونيتد المباراة دي مؤخرا بتقول كده وبتروح ناحية ليستر سيتي تحس ان ليستر سيتي مؤخرا هو عامل كده فارق على اليونيتد اخر تلات مباريات ما بين الفريقين في جميع المسابقات فاس بيهم ليستر سيتي ليستر سيتي اللي طبعا زي ما احنا عارفين فاس في مبارات الزهاب اربعة اتنين وهو بيسعى انه يحقق فو الزهاب وقياب للمرة التانية على التوالي بعد ما عمل الموضوع ده من خمسين سنة فاتت في موسم 73 و 74 فاس على اليونيتد زهاب وعودة ليستر سيتي الموسم اللي فات في الدوري الانجليزي الممتاز فاز على ارضية الاولد ترافورد اتنين وواحد ولم يسبق له ان يفوز على اليونيتد في مباراتين متتاليتين في الدوري على ارضية الاولد ترافورد طبعا شيء بيسعى له ليستر سيتي كل ده في الظل طبعا تدني المستوى اللي ممكن نتكلم عليه بالنسبة لليونيتد اليونيتد اللي في اخر خمس مباريات في جميع المسابقات معرفش تعمل فوز الا في مباراة وحيدة فقد لا غير واخر ثلاث مباريات اتهزم منهم مباراتين مفاز على تيتن هام في المباراة اللي كانت مبينهم بواقع ثلاثة اتنين اما الناحية الثانية فالسطور سيتي الراجل خارج ارضية ميدانو اسكورو مش قد كده في اخر ست مباريات اتهزم في خمس مباريات منهم مفازش الا على بيرلي في المباريات اللي كانت خارج ارضية ميدانو في الدوري الانجليزي الممتاز لكن التفصيلة اللي زي ما قلت لك في كل مرة فيه تفصيلة كده بترسم البهجة او بتدخل الصرور عليها او ممكن تكون هي منفزة واتكالة عليها في حاجات كتير هي ان مانشستر رونيتد هو اكتر فريق سجل اهداف من مقاعد البودلاء سجل في الدوري الانجليزي الممتاز عشر اهداف عن طريق اللاعب بديل كاكثر فريق في الدوري الانجليزي الممتاز اما الناحية الثانية فاليستر سيتي فدخل مرماس سبع اهداف عن طريق لعيبة بودلاء قصاده في المباريات يعني ممكن نقول كده انزل بالتشكيلة يا عم الحاج وغيرهم على طول ورميهم في الشوت الثاني يمكن يكون النفع في البودلاء وده بينقلنا الى تشكيلة اليونيتد تشكيلة اليونيتد اللي كل مرة لما بنيجي نتكلم عنها بتبقى المشكلة بتاعتنا فقط لغير مين خط النص مين اللي هلعب قصاد خط النص الفرقة دي طب خط النص بتاع الفرقة دي بيمتاز بالقوة احنا عايزين واحد يكون قوي زيهم طب خط النص ده بيمتاز بالمهارة عايزين واحد يفقسهم كده عشان يعرف ياخد منهم الكورة وبصراحة تعبنا انا وغيري من الناس اللي بتتكلم فيه امر منشستر رونيتد سواء اذا كانوا بيشجعوا الفريق او لا احنا محتاجين خط نصف احنا ده اهم مركز بالنسبة لنا وللحد الان مفيش تفكير فيه ممكن يكون عشان لسه ما تمش اعلان المدير الفني الجديد ولسه ما بانيتش افكار وايه ولكن احنا شايفين ان فيه كلام على مهاجمين فيه كلام على لعبة مدفعين فيه 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 لكن تلاقيه تيجي عند خط النص دي كلر رايس وبعد كده مفيش اي كلام تاجي على اي حد تاجي لكن نرجع لمرجوعنا والتشكيلة المتوقعة بالنسبة لليونيتد مكونة كل من ديخية في حراسة المرمى شو وبساكا ومعاهم كل من ماجواير وفران اللي رجع من اصابة وخط النص حيكون فيه كل من بوكبا وبرونو الاتنين اللي ممكن يدوه لك اللي استحواز على الفريق الاقصادك ويكونوا منفسك الهجومي من خط النص ووراهم حيكون مكتبنية عشان يواجه خط النص القووي اللي بيمتاز عنده ان البدنية عالية شوية في ليستر سيتي اما الهجوم سيكون مكونا من راشفورد وسانشو ومعاهم رونالدو لو تيجي تسألني كده في ظل غيابات ليستر سيتي ان انت عندهم اثنين من اهم اللعيبة غايبين جيمي فاردي المهاجم الفاسس جدا المهاجم اللي بيقدر يخلص اي كورة بتجيله اصاد المرمى اصاد اي فريق وبيسجل في الكبار والصغار وايضا ويلفرد انديدي اللي هو احد الاوبشنات اللي ممكن احنا كجماهير بالنادي بيها في خط النص وين كان محدش بيبص الله حاليا ازاي ممكن نكسب ليستر سيتي ليستر سيتي ايضا مؤخرا مش هو الفريق اللي زي ما نقول ايه اللي هو الفارق او اللي هو عامل سكور لا ليستر سيتي مؤخرا بيعاني جدا ومباريات كتير اذا كان فيه حد اختاره اللي هو يكون الكي بلاير بتاعنا او اللي هو الراجل اللي ممكن يكون المنفس بتاعنا لو هو في يومه لو هو يعني مركز بعيدا بقى عن الكلام وبعيدا عن ان جماهير منشستر يمكن اكتر لاعب حاليا عايزة تمشيه من الفرقة او شايف انه هو يمشي من الفرقة وشايف انه هو صفق انه يمشي هو اللاعب ده بعيدا عن كلام اخوه كتير جدا لكل شوية بيطلع ويقولك لا اصلي هو مش عارف كان بيلعب في اليوفنتوس كويس لا اصلي في اليوفنتوس كان ومش عارف عاملين له ايه لكن هنا في منشستر ونيترد مش عارف ايه ومحج من قدراته وهو نفسه قالك اني مكتئب وهو بول بوكبا قالك انه هو كان في فترة مرونيو اكتر فترة هو مكتئب فيها واغلب الفترات في اليونيتد هو مكتئب وطبعا اليونيتد ما بيجيبش بطولات في فترة خمس سنين مفيش بطولات قدر يحققها اليونيتد بطولات كبيرة يعني فده كله بيخلي بوكبا قريب من انه يمشي لكن بوكبا الراجل في اليوم بتاعه في يومه العادي لو كان مركز وفي البيك بتاعه انت بتاخد منه احسن شغل واعتقد انه هو ده ممكن يكون مفتحنا قصاد ليستر سيتي الراجل بيمتاز من التزديدات من خارج الراجل بيمتاز ايضا برؤية وكورات طويلة كويسة جدا هل انت ما استمرار بوكبا؟ هقولك بصراحة هو عدو بوكبا الاول هي عقليته لو عقليته دي اتعدلت بوكبا افضل لاعب خط نص في العالم موجود حاليا حتى افضل من برونو فرناندز اللي احنا بنشكر فيه المحاية تانية لانه هو عنده امكانيات عالية وافضر من برونو فرناندز في رأيي ولكن عقلية فبالتالي الحاجات دي ما بتطلعش مثال بسيط كده بص لرونالدو مهما كان رأيك في رونالدو ولكن رونالدو هو عقلية قبل ما يكون مهارة وده ادى الى تنمية المهارة وتطوير المهارة والعمل عليها وبالتالي الراجل لحد الان بلعب في طوب لبن لحد 36 سنة وعلى فكرة رونالدو الموسم الحالي جاب 12 هدف في الدوري الانجليزي الممتاز الوحيد في الدوري الانجليزي الممتاز اللي جاب اهدف اكتر منه وهو بسن ال36 او اعلى هو فرانكو زولا 14 هدف يعني الراجل ممكن يعدي الرقم ده وهي ارقام بتتكلم تبسر تحت منه سواء كانت الارقام دي مهمة ولا مش مهمة بالنسبة له هو ان يفضل في الطوب لبن ده شيء جبيل اما بالنسبة لبوبة هل انت بتفكر مثلا ان انت تروح باريس سنجرمان ترجع اليوفنتوس تاني مع احترامي للفرقتين فهي دي جاون لبن مش افجريد هتقول لي هم افضل من منشصر رونالدو ده انا ماتفق معك تماما في الكلام ده ولكن المقصد ان انت بتلعب في دوري اعلى ده مقصدي الفرقتين دول ممكن يدوك على قد زهنيتك ان انت يعني يوم في العالي ويوم في الواطن تمام معجبين بيك وتمامهم متفل واربعة فرصة لكن في الدوري الانجليزي المنتاز انت لازم دايما تكون مركز ولازم دايما تكون ايه في الطوب لبل فعشان كده انا بقول لك ان بوكبة هو ممكن يكون الكي باص بتاعتك او الكي بلاير قصدي بتاعتك عشان تعدي ماتش زي ده فريق ليستر سيتي يعني مش عايز اقول لك ان هو دفاعيا مش كويس هو بالفعل دفاعيا مش قوي لو تبص على اخر الماتشاط لان بتعمل عليهم كرات كتير خطرة بسبب اخطاء الدفاعية بحصل عليهم ضربات جزاء فبالتالي انت عايز تكون ضغط الفريق ده ما تسبلوش المساحة ان هو يهجمك لانه بالفعل فريق لو قدر ان هو ياخد المساحة عليك او قدر ان هو يحتفظ في القورة قصادك بيقدر ان هو يخلص المباريات دي واحنا باسم الله ما شاء الله لازم بنطمع الناس كلها في القورة لما نيجي نلعب قصادك مباراة تعتبر من العيار السقيل بالنسبة لمونشستر نايتد ولكن انا متفائل بيها ان هي كونها في بداية الشهر الكريم لان دايما بنكون في اول مباراة في الشهر الكريم كده بنقدي اداء جميل قصاد المنافس اللي احنا بنلعبه مباراة حتكون بداية سلسلة مباريات صعبة هتلعبها قصاد منافسين مباشرين لك على المركز الرابع اذا كنت عايز تحرز المركز الرابع او حتى قصاد منافسين مباشرين على اللقاء فبالتالي انت مش عايز تسقط نقاط قصاد اقلهم قوة وهو لستر سيتي طبعا بالتأكيد لستر اقل من ارسنل واقل من ليفربول هتلعبهم لسه كمان في الجوالات اللي جايه على طول يعني هتخرج من لستر هتقابل دول على طول مباشرة مباشرة تلاقي بتوع عصاد واحد مباشرة تلاقي بتوع عصاد واحد فمش عايز تفرق في نقاط قصاد دستر سيتي لان زي ما قلنا مشروعك للموسم الجاي مبني على عدة اهداف ومنها احد هذه الاهداف ان انت توصل لدور الابطال اوروبا عشان ما يبقاش فيه كلام زي من واحد زي يوري تليمانس اللي قالك انا عايز فريق في دور الابطال دي الاخبار اللي خرجها لما تم الكلام ان مونشستر رونيتد مهتم بيوري تليمانس وانا هيكلب 25 مليون استرليني قالك لا انا عايز فريق في دور الابطال ولكن وان كانت هذه الاخبار غير موثقة او مش طالعة من فم يوري تليمانس لكن يوري تليمانس قبل كده رفض مونشستر رونيتد لما كان فبناك وقالك انا مش هروح ابقى تشيرت موجود عندهم مكتوب عليه تليمانس وخلاص وبالفعل انا كنت متفق تماما مع يوري تليمانس لكن هل انت فعلا محتاج يوري تليمانس اه لو مشي من عندك بوكبة انت محتاج واحد زي يوري تليمانس او بنفس المواصفات دي وبامكانيات اعلى ان كان موجود في السوق وقتها مباراة مانشستر رونيتد وليستر سيتي توقع اليها هو فوز مانشستر رونيتد باثنين مقابل هدف وحيد بالنسبة ليستر سيتي وحنوعد على عصابنا بقى الاخر والمباراة اللي هو هنجيب هدف ونريح وننام ونستحمى ومش عارف ايه والكلام ده كله وتلاقي ايه اليستر بيعود عليك في النتيجة وتيجي في اخر الوقت تجيب هدف بيخلص لك التلات نقاط في المباراة دي في النهاية ده كان كل اللي عندي عم مباراة مانشستر رونيتد وليستر سيتي والمهم عندي رأيك انت تقولهولي في الكوميتات انت بتوقع النتيجة تنتهي كام كامل صالح مين في المباراة دي ومين تتوقع ان هو يكون نجم المباراة من طرف اليونيتد اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم وكل سنة وانت طيبين وبمناسبة الشهر الكريم اعداه الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات واشوفكم بهتم حال وهتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة